السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم عن شجيرة بتسمى اكلين الجبل او رز ميري او حصن لبان ودي شجيرة طولها قرابة للمتر مستديمة الخضرة ولها ظهور راحتها زكية بنستخدم زيتها ووراقها عشان ندي نكهة للخضروات والحساء واباق اللحم فهي بنستخدمها لتحسين المأكولات وتطيل عمرها حيث تساعد في منع التسمم الغذائي بتحوي كل من زيت البورنيول والسينيول وزي ما قلنا بنضيفها للحوم كفتعة للشاية كما يمكن اضافتها للشاية ويمكن وضع ورقها في زيت الزتون لساعات فتحسن المزاق ويصبح لذيذ ومنعش كذلك لها فوايط طبية عديدة من ضمنها انها تساعد في التخلص مع الامساك وعسر الهض خاصة انها يمكنها قتل الاشيش ياكولايب اكتنع الاشيش ياكولايب باصنافها الخمسة فهي طاردة للغذات ومسكينة الالم الاكليل الجبل الارزميري ده تكافع العدوى تخفف حالات الصداع بتساعد في تعزيز جهاز المناعة بتحسي المزاق وتعزز الزاكرة وتحمي من السكتات الدماغية بتحوي كسير من مضادات الاكسادة عشان كده هي فعالة ضد سرطان الدم والسدي وبتساعد في تعزيز صحة العين استخدامها يبقى بقدر وبحساب دون مبالغة ولكن يمنع استخدامها للحوامل والمصابين بالنزف والصرى واللي عندهم حساسين من الاسبرين طيب الشجالة دي ممكن زراعتها بالعقلة في الربيع او بالبزور في الخريف ولا تسمى يعني وتسمدها اساسا خمسين كيلو جرام كالسيا من الفدان الوعي الزهور بتاعتها ذات رائحة عطرية ما بين الازرق والابيض بنجمع المحصول بناخد الفروع الغدى ونشيل اوراق الخضرة منه ونجففها للاستخدام الطويل الامد وهي موجودة عند العطرين وعند تكفيفها بتفقد قرابة اربعة اخماس وزنها فهي كنز اله ربنا خلقه لصالح البشر فننصح باستخدامه اشكركم والسلام عليكم رحمة الله وبركاته